مرحبا حبايب قلبي كيفكم بتمنى تكونوا بخير اليوم بدي أعلمكم على قطيب وأسهل حلاوة الجبن وتفضل معي على طريقة التحضير بعتاز لجبنة الموزاريلا بدي 500 جرام بدي صفية أول شي من الماء إذا في عنكن هاي الموزاريلا كتير طيبة هاي اللي بتكون محطوطة بالماء إذا ما في عنكن فيكن تختاروا أي نوعية موزاريلا بدي أقطع جبنة الموزاريلا بهاي الطريقة هيك بقطعون شرائح وفي عندي هون هاي الطنجرة شغلت الغاز وبدي أنزل بكاسة ونص مي يعني 450 ميلي تقريبا كوبين اللي 4 وبدي كاسة سكر 300 ميلي يعني كوب ربع بدي حرقهم مع بعضهم لحتى يدوب عندي السكر وتبلش المي تغلي هلأ هون بدي أنزل بجبنة الموزاريلا ومتل ما أنا 500 جرام هلأ بحرقهم كتير منيح متل ما نكون شايفين بالفيديو وهلأ بدي بلش انزل بالسميد في عندي كاسة سميد 300 ميلي على الكوب المعياري العالمي كوب ربع بنزل بالسميد بالتدريج مع التحريك أهم شي تتبعوا الخطوات اللي عم فرجيكم إياها تنزلوا بالسميد بالتدريج مع التحريك المستمر لازم ما نوقف التحريك أبدا وهون أنا الغاز عندي على أقوى شي هلأ هون خففت الغاز على الوسط شايفين حبايب ومستمر بالتحريك لازم نحرك كتير منيح لحتى ما يضل عنا أبدا أي تكتلات وبعدين منصير نرفع المعلقة بهذه الطريقة لحتى تشط معنا الجبنة مثل ما نكون شايفين وبس نوصل لهذا القوام هلأ بدنا نحط ثلاث معالي أكبار من ماء الزهر وهون أنا طفيت الغاز وهلأ حطيتهم على جنب هلأ بنزل العجينة وبضبها على بعضها شوي صغيرة بهي الطريقة وفي عندي هون نايلون مديته وهلأ بدي حط العجينة فوق منه وبدي أخذ معلقة صغيرة من السمنة يعني شوي صغيرة بس شايفين كيف حبايب بس بمدة هيك فوق العجينة لحتى تسهل علي المد يعني ما بدي أخذ كل كمية السمنة بس شوي صغيرة وببلش مد العجينة بهي الطريقة شايفين حبايب كيف حط شوي صغيرة من السمنة وببلش مد وهلأ ببلش مدها بالشوبك فيكن تمدوها قد ما بدكن وفيكن تاخدوا المقاس لي انتو بدكن ياه المهم ايدكن لازم تكون بهاي المرحلة سريعة شوي شايفين حبايب شون بتمد معنا العجينة بكل سهولة يعني قد ما بدكن فيكن تمدوها السماكة اللي انتو بدكن ياها فيكن تعملوها انا مديت العجينة بهذا المعز هلأ في عندي هون علبة ريكوتا وعلبة مسكربوني وفيكن تستخدموا اي نوعية اشطا انا هدولة بدي استخدمون للحشوة علبة مسكربوني وعلبة ريكوتا طبعا انتو حسب البلد اللي انتو فيها فيكن تستخدموا اي نوعية اشطا انتو بتحبوها ده الاشخاص اللي ساكنين بسويد هدول متوفرين بكل المحلات هلأ بقص الزوايد من العجينة وبشيلهم على الجنب طبعا هدول الزوايد بيتاكلوا كتير طيبين وبملش مد القشطة بهي الطريقة شايفين حبايب طريقة كتير سهلة وهلأ بضب هيك العجينة فوق القشطة وهون النايلون بساعدني كتير وهلأ كمان كمان ببرمع مرة تانية وبعدين بقطعها بالسكينة شايفين قديش النايلون ساعدني بالشغل وبرجع بكفي بنفس الطريقة بمد القشطة وبعدين بضب العجينة بهذا الشكل شايفين حبايب وبعدين بقصة ومنكفي بنفس الطريقة وهلأ هون آخر شي بدي أطع حلاوة الجبن بهذا المقاس وطبعا فيكن أطعوها بالمقاس اللي انتو بدكن ومنحط لها شوية صغيرة من الفستو الحلبي أو بالطريقة اللي بدكن تزيين يعني اختياري بس أنا بشوف هاي الطريقة كتير حلوة أنه نحط لها فستو حلبي من الجهتين وبعدين منحطها على صحن التقديم شايفين غوالي يعني هاي الحلاوة الجبن طعمتها كتير طيبة وكتير سهلة وهاي الكمية بتطلع عنكن كتير منيحة شوفوا حبايب قديش طلعت عندي وطبعا لسا في قسم بيطلعوا نصحا وهي النتيجة النهائية بنصحكن تجربوا هالوصفة ويا ريت تعطوني رأيكم بالتعليقات وريتو ألف صحة هنا على قلبكم جميعا